السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته البنات مرحبا بكم كامل غاليات اللي دخلتوا القناة يقولكم أهلا وسهلا بكم نورتوني في وصفتنا الرائعة لنهار اليوم صلوا سلموا كامل على رسول الله ونقولكم القطو تع نهار اليوم ما يشبهش الباقي الحلويات ذوق ولا أرواع طريقة التحضير ولا أسهل مكونات ولا مقادير بسيطة جدا شوفوا البنات هذه القطو كيفاش يجي والبنة محشي بوحد الكريمة تديكم العالم وحده وخراني نأكدوا نعاود إذا أول مرة حبيبتي تدخل للقناة نقول لك عاملتي نورتيني مرحبا بيك اشتركي واللي مالفين معايا نقول لكم مرحبا بيكم حبيبتي راكم دايما منوريني أكيد تعليقاتكم ليجا متحكم شوفوا غجة بيش نقسم لكم هذك القطو الكريمة هذي قاتلكم راني هنا أنا اللولى جربوني برك شوفوا غاليتي هذ القطو كيفاش يجي ذوب في الفم ستقولي معاك استقه وحليب يكون سخون هذي قطو يعطي بالماء أنا أقول لكم نوضو كامل جربوه وفرحوني بتعليقاتكم كيما مالفين تجربوا الوصفات ودائما تعليقاتكم الحمد لله يا ربي تفرحوني بيها أنا أقول لك إذا ماذا ما حطتي اليجام حطي اليجام الله يسعدك في الضارين يا ربي ونبدأوا مع بعض في المقادير وفي نفس الوقت طريقة التحذير يلا نبدأوا غاليتي بسم الله قعدت نأكد لكم بيش تشوفوه هنا وتجربوه نبدأوا شوفوا البنات هنا عندي 250 جرم تاع مارغارين ولا خليط ما بين مارغارين وزبدة أنا هذي اللي عندي رائعة اللي بنت فيها زوج كيلو وورطل بالنسبة اللي بنت اللي يحبوا يخدموا لي كوموند بالنسبة يعني اللي تحب تشري المارغارين على خطرة هذي رائعة ستقوني خليط ما بين مارغارين وزبدة طبيعية تمد واحد اللي بنا في القطو رائعة رايحة ناخذ منها 250 جرام انتوما إذا كانت عندكم أي مارغارين نخدموا بها المهم خذوا 250 جرام كما تقدروا تقسموا المقادير على اثنين بس كادل قطو يخرج كمية رائعة ظالا أنا دايماً 250 جرام ندير 4 ملاق كبار مع مارين من بالنسبة اللي بنت لي يخدموا لي كوموند يحبوا يشرو مارغارين على خطرة يعني هذي فيها زوج كيلو وورطل تخدم لكم خير ربي هنا عندي كأس ناقص أسبوعين تع السكر الناعم نصف كأس تعزيت رايحة نحط لهم زوج حبات تع البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة قلت لكم باللي هذي القطو على قدمه هو بنين على قدمه هو سهل على قدمه يخرج كمية كبيرة هكا البنات عندي هنا كيس تع فلون تقدروا تستغناءه عليه لي ما عنداش الفلون هنا تزيد غير شوية سكر وتنحي هذي الفلون ما تديروش عندي زوج ملعق صغر تعالى فاني عندي رشة ملح ونبدأ نخفق في المكونات كامل مع بعضهم البعض حتى نتحصل على كريمة هنا البنات اللي ما عندهاش الخلط الكعربائي تخلط بيتها عادي جدا وتتحصل على نفس النتيجة فقط ما تحطش كلش على خطرة في البداية تحط المارغارين والسكر وتخلطهم بعد تزيد البيض بعد تزيد تزيد وهكا تروح بالمراحل خلط الكعربائي يعني يساعد وينقز شوفوا البنات خلطتها ملح حتى تحصلت على كريمة سوف نبدأ هنا باش ندير النواء شوف نحط أول حاجة ملعقة كبيرة تحكا كاكا وبوني مور الكاس اللولاني تعل فارينا كي استخميرت الحلويات هذا الكاس الثاني والثالث بوك هنا البنات نبدأ نجمع ضروري العجينة اللي يكون فيها الكاكا والفلو من يبسهاش نخليها طريا ما زال ما نطمت ليش رايح هنزيد هنايا الكاس الرابع وانا البنات حسيتها باللي خصها اللون يعني هذيك الملعقة على الكاكاو ما كفتنيش اللون جاباهت بزاف زدت تقريبا ملعقة ما عمرتها شميلة خليت منها شوية باش نتحصل على لون يكون شباب ديما نأكد ونعاود على نوعية الكاكاو ولي تكون شباب زدت هنا الكاس الخامس تاع الفارينة خلاص تحصلت لاجينة تكون طريية البنات شوفو باش تعطيني من بعد نتيجة نتيجة عفو رائعة انا البنات رايح هنستخدم هاد المول تاع السيليكون وانتوم اللي عندكم اخدمو بي المهم تكون عندو هذيك تقبا في الوسط باش تحشوه بهذيك الكريمة نجيب العجينة نحطها مباشرة لداخل المول نسجم ها مليح البنات من الاحسن كيت شروو كاش مول تاع سيليكون ما تشرووش واحد شروو زوج هكا باش كتحطوهم في السنيوة باش تكملوا بالخفنة ولاغل كل خطره نقول نزيد نشري الوخوه هذا وما شريتلوش ما عليش حتى نزيد نشري وحد وخراكه باش يجيني سهل وهذه هي الطريقة اللي نحطها باش لقاطو يجيني شباب ويجيني منسطح هاكذا خلوه يطيب مليح من تحت وزيدو الشعلونه من فوق شوفو البنات هنا طاب لي لقاطو فقط كانت عندي كمية مازالت لداخل الفورن الطيب ورايح هنجين نحشي بهذا الكريمات على البندق نعمر هذه الثقب اللي فيها تقدموا تديروها كويرات اللي بنات وتديرو لها الثقب بالبوش وانتع الزيت ولا ولكن الشكل يجي شباب اكيد بهذا الطريقة المولتع سيليكون يجو كامل كيف كيف وعندي البنات هنا ميتين درامتع شوكولات بالحليب درت لها زوج ملاعق كبارتع زيت بعد ما ذوبتها ونجي باش نقلاسي بيها هاد القاطو القاطو اكيد نخلو حتي يبرد باش نديرو لها الثقب نحولو كامل كمية زايدة مام لبنات كيد دخلو هي برد شوية القاطو يعني ثم ثم راح يعطيكم ناتيجة شابه ويجمد لكم هذك الخالط اللي درناها الداخل هذك الكريمة اللي درناها الداخل تجمد لكم بالخف وكيد جوت غلاسي وها مرحيش رايحها تفسد وباش ندير هذك التزيين لبنات خضيت ورق شفاف هالتزيينة ودير حالة تقدرو من في الشوكولات البيضاء يباني لكم بزا في شباب انا حبيت ندير عليكم في الشوكولات البنية ناخذ منه قطعة فقط قبل ما تجمد لي البنات القاطو مباشرة انو ندلوها التزيين نحط له هاك الكيس البلاستيكي ونجيبه شنكمشو شوية بيدي ما نخليه شكيما نحطوه بعد ما يعطينيش نتيجة قربتلكم هنا احسن حطوه كيس بلاستيكي وضغدوه بيتكم باش يعطينا هذك تجاعد اللي يجو في هاد القاطو ويجيب ازا في شباب تحبو ديرو السامبل ديرو السامبل فلو البنات وريد لكم حبه غري يجمد لي اكيد حتدش ادرو حمليه شوكولات نجي نحي لها بهات الطريقة الكيس البلاستيكي وشوفو هذك الشكل اللي تعطيهولي هو صح شكل عشوائي ولكن شباب عندو معنى وكان لقاطو تعنات عنه اليوم البنات واجدت كمله كامل بنفس الطريقة انا فقط هنا كانوا عندي وريدات صغار بالشوكولات قدرت لهم شوية ما كخيف الدوغي باش يبانو ويبان هذك التزين هذي حبه كدرتها هكا سامبل اللي حبه تدير السامبل بهات الطريقة ستخوني البنات لقاطو هذا من اروع ما يكون هو بسيط صح ولكن نتيجة من اروع ما يكون يعني عندو واحد الذوق واحد البنة غرائع رايح نقسمه لكم كون ديجة قسمت لكم في بداية الفيديو نزيد نقسمه لكم هنا ثانيت وقولكم غاليتي اذا اول مرة تشوفي قناتي مرحبا وسهلا بيك نورتيني ما تنسونيش غاليتي بالاشتراك اذا اول مرة تدخلوا لقناتي وباش تبرتجيوا مع العائلة والاصدقاء هذي القاطو اللي تحب الشوكولة قولي لها هذا من اروع ما يكون بالنسبة اللي ما عندهم الشوكولة تقدروا البنات ترمدو في نواة كوكو تقدروا ديرولو المعجون للداخل كرامل لكم الاختيار هذه هي غاليتي وصفتنا النهار اليوم ببرتجيوا مع العائلة والاصدقاء ما تنسونيش بجام اشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وظالياتي في فيديو جاي ان شاء الله ببرتجي الوصول مع العائلة والاصدقاء على بواقع التواصل اجتماعي هكذا باش اي وحدة دخلت لقناتي بسبتك ونقول لك يجعلها صدقة جارية عليك حبيبتي وتفرحيني اربي فرحك السلام عليكم ورحمة الله غاليتي انا خليكم معها بصور ونقولكم جربوا الوصفة بنينة 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 من اروع ما يكون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة